تقول هل يجب استغليف المصحف وتطريزه و كتابة اسم الشخص الذي يهدى إليه أو المهدي أم محمد بارك الله فيك بالنسبة للمصحف القرآن هذا كلام الله منزل غير مخلوق من الله بدى و إليه يعود هذا القرآن هو دستور أهل الإسلام يجب تعظيمه للقاعدة الشرعية و وجوبه تعظيم ما عظمه الله و يجب استغليفه بالأشياء المباحة و لو طرز مثلا لا حرج في ذلك كل هذا مشروع ولا بأس و لو شخص مثلا كتب إهداء لشخص آخر كتب اسمه مثلا أو كتب على التطريز ما في حرج و لله الحمد و المن